بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون نعيش اليوم مع قبس من أنوار اسم الله العزيز عزيز على وزن فعيل يأتي على أنه اسم فاعل واسم فاعل اسم فاعل فهو منشئ العزة واسم مفعول أنه يعز من يشاء من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال سبحانه عن نفسه في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون العزيز هو الغالب العزيز هو القاهر العزيز هو الشديد الممتنع العزيز هو القوي هو الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر من قولهم عز يعز عزا أو عز يعز عزا أو عز يعز عزا بفتح العين وضمها وكسرها وهي معاني كثيرة تأتي بمعنى الغلبة وبمعنى القدرة وبمعنى الشديد الممتنع سبحانه وتعالى وإن تأمنا في القرآن الكريم لوجدنا معنى آخر من معاني العزة في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبق لهم الحب من الله أولا فلما أحبهم جل وعلا هاموا في حبه سبحانه وتعالى ما صفاتهم يا ربنا؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ما معنى هذا؟ أذلة على المؤمنين يعني رحماء فيما بينهم متواضعين فيما بينهم أعزة على الكافرين يعني أشداء أقوياء تفسرها الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من أعزه الله جل وعلا فلا مذل له من نظر الله إليه باسمه العزيز وتجلى عليه بعزته فهو الغالب الذي لا يغلبه أحد قال جل وعلا في القرآن الكريم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لأن الله تجلى عليهم بعزته تجلى عليهم بقوته تجلى عليهم بجبروته تجلى عليهم بنصره سبحانه وتعالى وإن تأملنا إلى اسم الله العزيز نجد أن الله قارن بينه وبين مجموعة من أسمائه في القرآن فيأتي مرة العزيز مع العليم والعزيز مع الحكيم والعزيز مع الغفور والعزيز العليم العزيز الحكيم العزيز الغفور سبحانه وتعالى حتى يقول عن سيدنا رسول الله في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عزيز عزيز في قومه عزيز في أهله عزيز في بلده عزيز في قبيلته عزيز في عشيرته ومع ذلك يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم اسم الله العزيز له معاني كثيرة وله أسرار كثيرة من هذه المعاني أن رجلا كان يقرأ القرآن ذات يوم ويقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز غفور فسمعه رجل أعربي لم يسمع هذه الآية من قبل ولم يكن قد دخل الإسلام أصلا فلما سمع هذه الآية قال ليس هذا كلام إله لو كان كلام إله لقال عزيز حكيم فانتبه القارئ وقال حقا عزيز حكيم فقال الأعربي عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأصرار اسمه العزيز وأي عزنا عزا دنيويا وعزا أخرويا وعزا أبديا اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته